اشتركوا في القناة دول يستبشر خير على طوله يعرف ان شاء الله ان فيه دنيا مقبلة عليه بكل خير وان فيه بشرة جاية له في الفترة المقبلة وان فيه تغيير آآ وتحقيق امنياته بازن ربنا عز وجل في القريب العاجل ايا كانت الحل اللي هو بيمر بيها بس سبب المخصص على تفاصيل الفيديو المهم ده اتمنى ان تتصالوا على النبي على يفضل الصلاة والسلام وتدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لها كبير قدر ممكن من الناس تعتبر افضل واحسن الرؤى اللي ممكن يشوفها الرأي اللي بتبشره بالاخبار المفرحة بتبشره بقرب الفرج وهي رؤية النبي عليه افضل الصلاة والسلام رؤية النبي بتدل على الفرج القريب وتحقيق الامنيات بتدل على الملك كتير بتشير لقضاء الحاجة والحصول على الخير الكتير في حياة الرأي وايضا هي بتدل على قرب الرأي من ربنا عز وجل وحسن عبادته وايمانه بربنا عز وجل الكعبة ورؤيتها في المنام بتدل على الرزق الوفير بتدل على تحقيق الامنيات بتدل على يعني على الحصول على الاموال كتيرة فاذا شافت ايضا البنت العزباء الكعبة ده بيدل على قرب زواجها من رجل لمكانة مميزة ارتداء الخاتم بيدل على كسرة الخير بيدل يعني كما بيحمل بشائر كتيرة للرأي طبعا الملابس الجديدة في المنام آآ رؤية ارتداءها بتدل على الفرج وعلى الفرح وعلى الستر في الدنيا وايضا من اجمل الرؤى اللي ممكن يشوف الرأي في المنام وهي رؤية انجاب فتاة آآ صغيرة او حمل بنت صغيرة آآ طبعا بتشير الرؤية دي لحياة جديدة بتدل على التغييرات الايجابية الكتيرة في حياة الرأي ايضا آآ رؤية السيارة في المنام تعد من الرؤى المبشرة آآ لان هي بتشير لمرور الامور وفقا لرغبة الرأي كما ان هي بتدل على الخير الوفير والمال كتير من غير يعني بعض اللي جواهد النجاح في الاختبارات في المنام دي بتدل على الوصول للاهداف والامنيات اللي يسعى وبيرغب فيها الرأي في التحقيقها ايضا آآ رؤية الوضوء والاغتسال او التطهر للصلاة آآ ايضا من علامات زوال الهموم وقرب الفرج وتغيير آآ في حياة الرأي للافضل كذلك الامر رؤية العصافير في المنام بتبشر بسعة الرزقة بتبشر بقدوم الاخبار المفرحة بتبشر ان في آآ دنيا مقبل عليها بكل خير حبا في الله ربنا بشركم بكل خير ما تنسوش تكتبوا احلامكم اسفل الفيديو آآ علشان نفسركم فسرع وقت وما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان القناة كنتوصلك بالقدر من الناس واللقاء في فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة